بعد مغامرتهم الجميلة في سلسلة انفامس فريق ساكر بانش يتجه الى بلاد شروق الشمس ويرون قصة من عهد الساموراي القديم وتحديدا اثناء مجابهة الغزو المغولي في جزيرة صغيرة تدعى السوشيما لعبة اكشن ومغامرات من بطولة جين ساكاي الساموراي الياباني اللي اصبح على مفترق طرق بين الالتزام تعليم الماضي والانحراف في الطريق جديد كل ذلك في سبيل القضاء على عدو غازي عاث فسادا بين قومه عشان تصنع لعبة مبهرة تقنيا تحتاج الى مجموعة مهندسين بارعين لكن لصناعة لعبة تشعب الجمال تحتاج فنانين مبدعين سوشيما مش لعبة مبهرة تقنيا لو دققت النظر في تفاصيل الجرافيكس بتشوفها عادي لكن لما تنظر للوحة كاملة المرسومة بتلقى مناظر تأسر خيالك توقفت كثير اثناء اللعب عشان اتأمل المناظر من حولي اعتقد وازم ان اللاعبين بيمضون كثير من الوقت فاخذ صور داخل اللعبة خصوصا مع خيارات التصوير المذهلة اللي اضافها الفريق رغم ان تسوشيما جزيرة صغيرة اللي ان استكشافها كان ممتع لان كل منطقة تختلف عن الاخرى حتى لما زرت مناطق سابقة يكون الوقت في اليوم او حالة التقس مختلفة اعيش اللحظة وكأنها مكان جديد بالكامل هذه لعبة عالم مفتوح بنلقى فيها اغلب الامور البديهية اللي تطرى في بالنا من نظام جمع الموارد المختلفة الى نقاط الخبرة الى شجرة التطوير لكن بشكل عام لما يتعلق الامر باسلوب اللعب نلقاه ينقسم فيها الى ثلاث اقسام نبدأها اولا بالقتال والمواجهة هنا يجي اسلوب اللعب كمقاتل ساموراي اغلب الاعداء تقدر تكسر درعهم ضربتين ثلاثة عملية البيري سهلة جدا هنا تقدر تطبقها في كل مرة وحتى التفادي سهل ايضا اللعبة تعتمد بشكل كبير على وضعك في مواجهة عدة اعداء في نفس الوقت وتختبر مدى قدرتك على تغيير الوضعيات بالوقت المناسب والاحساس باليصير حولك عشان تتفاذى ضربه من الخلف او رمية سهم من على بعد في الوقت المناسب بشكل عام نظام القتال متقن ويعمل بشكل رائع احساس الضرب في اللعبة واحتحكاك السيوف بالدروع يعطي شعور مليان اثارة تمنيت فقط لو تم اضافة لك اون او قفل للتوجيه على عدو معين حاليا هذا الامر يعمل بشكل تلقائي لكن في مراحل متأخرة من اللعبة كان مزعج خصوصا ان العداء بدأوا يسوون حركة التفادي وحس نفسي حيانا اواجه الهواء تضمنت اللعبة عدة قتالات زعماء واللي تسمى دولز او مبارزات وتكون على اسلوب مواجهات واحد ضد واحد بسلوب تصوير مختلف لكن نظام القتال مشابه تمام لقتال العداء العاديين وبشكل عام مواجهة زعيم واحد بتجعلك مستعد لمواجهة باقي زعماء اللعبة اسلوبهم تقريبا متشابهة بشكل كبير حتى من ناحية الصعوبة ومدة القتال ويمكن وصلت هنا عند اكبر نقطة صلبية في اللعبة وهي ضعف تنوع العداء وبزيد في هذا الخصوص لما نتكلم عن نظام المهمات نجح هنا للجزء الرئيسي الثاني من اسلوب اللعب وهو لما تتخفى في الضلال وتصبح الشبح او اللي يشبه رجل الننجا للي ما يعرف الساموراي ما يحبون هذا الاسلوب ويعتبرونه غير شريف ويخص اللصوص فقط لكن بالنسبة لبطلنا يمكن هذا الاسلوب هو الانسب خصوصا انه يواجه عداد كبيرة من المغول ولوحدها احيانا اسلوب التخفي هنا بسيط جدا وما يتجاوز اللي شفناه هذه الايام خصوصا في الالعاب اللي حتى ما تعتمد على التخفي تقدر تنحني عشان تتخبى بين الاعشاب الطويلة ثم تنتظر اللحظة المناسبة عشان تقتال عدو من الخلف تقدر ايضا تقفز على العدو من الاعلى وتقتاله وفي فكرة وحيدة هنا مميزة شفتها وهي انك تقتال من وراء الابواب الورقية اليابانية خلاف ذلك ما شفت اللعبة تقدم اي جديد من هذه الناحية بل هي متأخرى عن اللي وصل لها العاب اخرى في هذا المجال وكون الذكاء الاصطناعي للأعداء محدود فهذا ما ساعد كثيرا البطل ما يقدر حتى يتعلق على حواف البنايات او يغتال من هذه الوضعية الحسن الحظ في بعض الادوات اللي بتعطيك تنوع في اللعب مثل القنبلة الدخانية للتخفي وسهم الهلوسة اللي تخلي الاعداء يقلبون على بعضهم بخت مسلوب اللعب جزئية صغيرة منها يتعلق بلعب المنصات او بلاتفورمين كما يقال في ارجاء اللعبة في اماكن مرتفعة تصل لها عن طريق تسلق الجبال والمرتفعات منها معابد موزعة لارجاء الجزيرة تعمل كمرحلة تسلق مصغرة في حل وصولك لقمتها تحصل على هدية معينة التسلق في اللعبة يبدو كأنه شي تم اضافة للعبة في اخر رحظة من التطوير فهي تجربة سطحية جدا بحيث تقدر تسلق الجبال لما تشوف حواف بلون معين تضغط على اعلى وتوديك للاعلى مباشرة وهنا فيه هوك او معلاق يساعدك في التعلق بأماكن معينة والتأرجع بين المرتفعات الآن وبعد ما تكلمنا عن اسلوب اللعب نقدر نتكلم عن العالم المفتوح وطريقة المهمات ونوع المحتوى اللي تم تقديمه في اللعبة المهمات تنقسم الى ثلاث اقسام رئيسية والفرعية ونوع خاص من المهمات عددها محدود وملفذة بطريقة مميزة وجوائزها تكون قدرات مهمة في اللعبة او ادوات نادرة من ناحية سرق قصصي المهمات الرئيسية والفرعية كلهم رائع جدا بل ربما من اجمل ما رأيت على مستوى الكتابة الفترة طويلة في العاب مشابهة الشخصيات الرئيسية في اللعبة تحصل على مجموعة مهمات جانبية طويلة خاصة فيها وتسمح لنا هذه المهمات نتعرف اكثر على هذه الشخصيات وتاريخها وجميعهم كانوا مثلين للاهتمام وتم اختيارهم بعناية من ناحية نظام اللعب اغلب هذه المهمات ينتهي بالمطاف بامر اقضي على المغول يعني ادخل عليهم وحاربهم لما يموت اخر واحد فيهم والتكرار تبدو سمة ثابتة في اغلب العاب العالم المفتوح لكن هنا برجع لنقطة ضعب تنوع الاعداء واللي تحدثت عنها سابقا فمع كثرة تكرار نفس القتال في اغلب المهمات الرئيسية والفرعية هذا الامر يصير عنصر ملل في اللعبة بعض الجوانب اللي لازم اثني على الاستوديو فيها بشكل كبير تحدث عن الاستكشاف فاذا ما كان منظر اللعبة وجمالها المفرط سبب كافي عشان تحب التجول والاستكشاف عندنا اسباب اخرى رائعة بتكلم عنها مثل سهولة استدعاء الحصان والتحكم فيه وسرعة التحميل المهولة في اللعبة لما تتنقل التنقل السريع بين منطقة اخرى او ترجع من الموت يتم تحميل المنطقة في اقل من ثلاث ثواني على اقل هذا اللي جربناه مع البلاستيشن فور برو شيء ثاني عجبني جدا ان كل نقطة اهتمام تقدر تستخدمها كنقطة تنقل سريع ما لقيت نفسي ابدا في اللعبة شاية الهم التنقل بين المناطق الطريقة اللي تم تصميم العالم فيها مثير ايضا بحيث تقدر تتعرف على اماكن وجود اشياء مهمة عبر الرياح او دخان او طيور او حتى وجود شجرة بلون مميز او يحيط بها حشرات مضيئة في عديد من الاشياء تقدر تجمعها في اللعبة وتستكشفها والاهم من هذا ان المكافأة الاستكشاف في كثير من الاحيان تكون مرضية توقعت في البداية ان الملابس مجرد شكله زينة لكن لاحقا اكتشفت ان الدروع تتميز بقدراتها مثلا لبس الرحالة يساعدك في فتح جزء اكبر من الخريطة الضبابية اثناء التنقل بينما درع الساموراي يعطيك دفاع اقوض الضربات العداء وهكذا ابرز عناصر الابداع في هذه اللعبة هي كيف تقوم بتقديم اليابان في تلك الحقبة الزمنية وتلقي نظرة على مشاكل متعلقة بالطبقية المجتمعية والصراع بين المتمسكين بالعادات والتقاليد القديمة والباحثين عن التغيير القتال مع المغول دموي جدا وملئ بالقصص المرعبة ونظام القتال في اللعبة تم تقديمه بشكل رائع استمتعت بكل لحظة اقضي فيها على الاعداء من المغول وانتقمت للكثير من معانه الامارين في جزيرة سوشيما شبحت سوشيما تجربة فنية جميلة جدا مغامرة شيقة تحمل عديد من التصوير القصص الرائع ولحظات الاثارة ما تقدر تفوتها خصوصا اذا كنت من المهتمين بالثقافة اليابانية وفلام الساموراي القديمة